طبعاً إحنا دلوقتي معنا موضوع مهم وخبر إيجابي ممكن نبني عليه مستقبلاً الساعة السكانية كشفت عن وصول عدد سكان مصر بالداخل لـ 106 مليون و250 ألف نسمة بزيادة حوالي 250 ألف نسمة خلال 72 يوم ده مؤشر على تراجع الزيادة السكانية نتيجة طبعاً الجهود والمبادرات اللي قامت بيها الدولة في السنين الأخيرة زي الاستراتيجية الوطنية التنموية وأيضاً مشروع تنمية الأسرة المصرية اللي كان الهدف منه هو التصدي للنمو السكان المتسارع خلونا نتكلم عن الرقم ده بالتحديد 106 مليون أسباب التراجع إيه وتأثير استراتيجية السكان اللي تم إطلقها من قبل رئيس العام الماضي بنرحب في فقرتنا النهاردة بالدكتور حسين عبدالعزيز مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والأحصى أهلاً وسهلاً يا فندم نورتنا أهلاً بيك وأهلاً سيدنا يعني نعرف من حضرتك أسباب التراجع إيه يعني تأثير الإيجابي ده هيعود إزاي علينا يعني الحقيقة عشان نبص الزيادة اللي حصلت دي والمتناقصة لازم نبص لسنة كاملة بشكل واضح إحنا لو خدنا ماذا حدث في سنة 23 اللي هي انتهت فيه إحنا السنة 23 عدد الموليد انخفض بحوالي 149 ألف مولود فالمعنى كده أنه فيه تناقص في عدد الموليد خلال الفترة اللي فاتت ده معنى لو خدنا الزيادة الطبيعية اللي بتتم اللي هي الفرق بين الموليد والوفيات هلاقي أنه وفقا لهذه البيانات معدل الزيادة الطبيعية انخفض إلى 1.4 من 10% ده معناها أنه إحنا لأول مرة الفترة طويلة جدا المعدلات الزيادة الطبيعية بتنخفض والحقيقة ما فيش فرق بين معدل الزيادة الطبيعية ومعدل النمو لأنه إحنا ما عندناش هجرة دايما الهجرة بتاعتنا دايما هجرة لفترة زمنية ثم العودة تاني للوطن فبالتالي لو قلنا سبب الزيادة الأساسي أو سبب التراجع الزيادة هنقول إنه انخفاض أعداد الموليد اللي تمت والحقيقة يعني عدد الموليد هو مرتبط بمستوى الإنجاب ومستوى الإنجاب يعني هو المحدد الرئيسي لمستوى النمو السكان خلال الفترة اللي فاتت دايما زي ما حضرتك أشارتي في سبتمبر عشرين تلاتة وعشرين اطلقت الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية اللي هي تلاتة وعشرين تلاتين الهدف بتاعها كان إيه الأساسي؟ هو تخفيض مستوى الإنجاب إلى ما يسمى مستوى الإحلال اللي هو اتنين وواحد من عشر طفل لكل سيدة وبالتالي هذه الاستراتيجية تم تحولها إلى خطة تنفيذية تشاركية أيما على أنه تحديد أدوار محددة لكل جهات المشاركة فيه يعني التعامل مع القضية السكانية مش مشكلة جهة واحدة ده مشكلة مجتمع سواء حكومة أو مجتمع مدني أو قطاع خاص الكل بيشارك في هذه العملية بشكل كامل وبالتالي تم تحويل هذه الاستراتيجية إلى خطة تنفيذية هذه الخطة التنفيذية بتشتغل على محاور متعددة ولو بصنا إيه محاور الخطة الاستراتيجية حلاقي فيه محور هي الحقيقة قايمة على توازن بين تقديم الخدمة اللي هي ضمان الحقوق الإنجابية والاستثمار في السروة البشرية الاستثمار في السروة البشرية بمعنى التعليم الصحة دعم مكانة المرأة كل دي استثمار أساسي يؤدي إلى تغيير كثير من المفاهيم اللي حيترتب عليها تغيير السلوك الإنجابي يعني الميزة دلوقت أن احنا بنشتغل بالتوازي على البعدين أننا أقل النمو وأرتقي بالخصائص السكانية وده بالضبط هو هدف مشروع تنمية الأسر المصرية أننا عايز أرشد النمو السكاني ولكن بالاعتماد أساسا على الارتقاء بخصائص الأسرة وبالتالي يصبح هناك تفكير عقلاني رشيد أنه كل طفل ييجي إذا كنت أقدر أوفر له المعيشة السليمة والرعاية الكاملة صحيح طيب